في البداية دعوني أبدأ من هذه النقطة من دون العقيدة السليمة ما الذي سنواجهه في حياتنا الدنيوية والأخروية إنني أتحدث من وجهة نظر دينية عقائدية وفقا لثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها ما سأذكره لكم من نقاط ومن بيانات هو خلاصة لعملية مسح شاملة عامة لما عندنا من نصوص ثقافة العترة الطاهرة ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتبت هذه النقاط لأجل اختصار الوقت من دونها من دون العقيدة السليمة لا يصنف الإنسان مسلما ولا يصنف شيعية والمسلم بحسب مستوى التأويل عند آل محمد هو الذي دان بدين الإسلام والإسلام بحسب ثقافة آل محمد التسليم لعلي وآل علي وبعبارة دقيقة بالنسبة لنا الإسلام التسليم لولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من دونها من دون العقيدة السليمة لا يصنف الإنسان مسلما ولا شيعية ما أذكره لكم في هذه النقاط خلاصة لثقافة الكتاب والعترة وكل هذه المطالب قد طرحتها وشرحتها وأوردت نصوصها بشكل واضح وببيان جزل في برامج المطولة والمفصلة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج فهي كثيرة ووفيرة ومتوفرة على شبكة العنكبوتية ونعرض ما نستطيع أن نعرض منها على شاشتنا هذه على شاشة القمر إذن من دونها من دون العقيدة السليمة لا يصنف الإنسان مسلما ولا يصنف شيعية هذه حقيقة واضحة في آيات الكتاب المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليه من دون العقيدة السليمة لا يصنف الإنسان مسلما ولا يصنف شيعية هل يعجبكم ذلك؟ من كانت عقيدته ليست سليمة لا يقال له بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بما تردده حوزة النجاف لا شأن لي بما يردده مراجع الشيعة من الأموات والأحياء لا علاقة لبهم في المقدمة الماضية في الحلقة السابقة بيّنت لكم من أن المنهج المتبع في هذا البرنامج وفي كل برامج لكنني أتحدث الآن عن هذا البرنامج لا علاقة له بكل مناهج المدارس الشيعية حدثتكم عن هذا لا أريد أن أعيد الحديث من دون العقيدة السليمة لا يصنف الإنسان مسلماً ولا يصنف شيعية من دونها من دون العقيدة السليمة أيضاً كل تفاصيل الثقافة الدينية ستكون فاسدة باطلة لماذا؟ لأن الذي يبنى على فاسد وعلى باطل سيكون فاسداً وباطلاً والعقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه كل تفاصيل الثقافة والمعرفة والفكر الديني أتحدث عن ديني علي وآل علي أتحدث عن ديني الحجة بن الحسن صلوات الله علي من دونها من دون الثقافة والعقيدة السليمة فكل تفاصيل المعرفة الدينية ستكون فاسدة وباطلة هنيئاً لحوزة النجف هنيئاً لحوزة النجف بعقيدتها الباطلة وبكل تفاصيلها الدينية الباطلة من دونها ثالثاً من دونها من دون العقيدة السليمة يكون تصرف الإنسان على وجه الأرض ليس مباحاً إنني أتحدث عن الإباحة الخاصة هناك إباحة عامة الإباحة العامة متاحة للحيوانات للحمير وللأبقار وللبشر أيضاً تلك الإباحة العامة لا أتحدث لا أتحدث عن الإباحة العامة هناك آيات هناك روايات تحدثت عن الإباحة العامة الأرض بنعمها مباحة للديدان والحشرات وللحمير والبغال وللبشر أيضاً تلك الإباحة العامة أتحدث هنا عن الإباحة الخاصة التي في ضوئها يحكم على الإنسان بحكم الطهارة أو بحكم غيرها هذه تفاصيل كثيرة تحدثت عنها في برامج السابقة لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في أدعية الصحيفة السجادية وهذا هو الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إنها الصحيفة المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأساساً كانت مكتوبة بخط يده ماذا جاء في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده حديث عن المعرفة إنها العقيدة إنها المعرفة السليمة إنها العقيدة السليمة والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذه الجمل وهذه الكلمات بحاجة إلى شرح وبيان شرحتها فيما سلف ولا أجد وقتا كافيا كي أتوغل في تفاصيلها فعندي الكثير من المطالب التي أريد تلخيصها وإيجازها كي أجمعها لكم في هذه المقدمة في المقدمة الثانية التي عنوانها العقيدة السليمة والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على أي شيء على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هناك إباحة عامة وهي إباحة يشترك فيها الحمار والبغل والفيل مع الإنسان أنا لا أتحدث عن هذه الإباحة إنما أتحدث عن الإباحة الخاصة التي أشار إليها إمامنا السجاد في هذا المقطع إنني أتحدث عن الحلال الطيب وكلامي هنا عن الحلال الطيب ليس خاصا بالطعام أو بالشراب إنني أتحدث عن كل تصرفات الإنسان على وجه الأرض من نفسه من الهواء الذي يتنفسه إلى المساحة التي تتحرك فيها أمواج صوته إلى المسافات التي يقطعها في سفره وانتقاله بين الأمكنة إلى المواطن التي يستقر فيها لمدة طويلة أو لمدد قصيرة إلى زواجه وأولاده وأسرته إلى وإلى 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 من دون العقيدة السليمة يكون تصرف الإنسان على وجه الأرض ليس مباحا فما بالكم يا أصحاب العمائم وأنتم تسرقون الشيعة باسم صاحب الأمر ماذا ستصنعون حينما يسألكم وفقا لأي إباحة خاصة قد فعلتم ذلك سألوا أنفسكم الكلام يحتاج إلى تفصيل وإلى تشقيق وإلى تفريع والمقام ما هو بمقام إطناب إنه مقام الإجاز والاختصار إذن من دون العقيدة السليمة أولا لا يصنف الإنسان مسلما ولا يصنف شيعيا من دون العقيدة السليمة ثانيا كل تفاصيل الثقافة الدينية كل المعارف وكل الأفكار ستكون فاسدة باطلة لأن العقيدة غير السليمة ما هي بأساس صالح كي يبنى عليه من دون العقيدة السليمة ثالثا يكون تصرف الإنسان على وجه الأرض ليس مباحا أتحدث عن الإباحة الخاصة سيخرج الإنسان حينئذ من حد الإنسانية إلى حد البهيمية سيعمل بالإباحة العامة وحينئذ ستنعكس آثار تصرفاته عليه ليكون كائنا بهيميا فكيف نتوقع من كائن بهيميا أن يمتلك البصيرة الواضحة هذا هو الذي ابتليتم به يا أصحاب العمائم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هذه هي كارثتكم ومصيبتكم يا رجال الدين أنني أخاطب رجال الدين في واقعنا الشيعي لا شأن لي بالمؤسسات الدينية التي هي مؤسسات ضالة فاسدة باطلة كمؤسستنا الدينية في النجف وغير النجف لا شأن لي بأولئك حديثي عن رجال الدين في واقعنا الشيعي من دون الإباحة الخاصة فإن الإنسان سيخرج من حد الإنسانية ويدخل في حد البهيمية وما قرأته عليكم من دعاء الصحيفة السجادية ما هو إلا مثال وإلا فنصوص الكتاب واضحة والدعاء نفسه أشار إلى آية من آيات الكتاب من أنهم سيكونون أضل من الأنعام أضل من الحمير أضل من البغال هذه المعاني من البديهيات الواضحة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم ليس بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجاف هو تفسير ناصبي أيضا لا شأن لنا به نذهب إلى فاصل رابعا من دونها من دون العقيدة السليمة فإن العبادات وسائر الأعمال ستكون باطلة صلاتكم باطلة من دون العقيدة السليمة القرآن صريح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل والخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وإن لم تفعل يفعل ماذا تعرفون الموضوع الآية في بيعة الغدير وإن لم تفعل وبيعة الغدير هي بوابة عقيدتنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هل هناك من عبادة هي أعظم من تبليغ محمد لرسالته خبروني خبروني يا مراجع النجف خبروني هل هناك من عبادة هي أسمى وأرقى من تبليغ محمد صلى الله عليه وآله لرسالته الإلهية والقرآن صريح وإن لم تفعل يا محمد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قاعدة واضحة صريحة يا أيها الأخبياء الذين تقولون من أن فروع الدين تقدم على الإمامة والولاية أي خبائن هذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكل العبادات وسائر الأعمال وكل الطقوس وكل السنن وكل الأحكام بل كل شيء في أجوائنا الدينية باطل من دون العقيدة السليمة تلاحظون أهمية العقيدة السليمة مراجع النجف لا يعبؤون بالعقيدة أساسا هم أنفسهم لا يدركون عقائدهم بشكل صحيح المكتبة الشيعية أمامكم كم ألف مراجع الشيعة عبر التأريخ في باب العقائد وكم ألف في باب الأحكام وحينما ألفوا في باب العقائد كم أخذوا من النواصب وكم أخذوا من آل محمد كم ألغوا من العقائد الأصيلة في دين العترة الطاهرة وكم حرفوا من العقائد منذ أن أسس الطوس الحوزة المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا كتب العقائد في حوزة النجف منذ الطوس وإلى يومنا هذا كتب ضلال وأقولها بملء ثمي وقد ناقشت ذلك بالأدلة الواضحة في برامجي إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فعودوا إلى تلكم التفاصيل الوقت لا يكفي أن أناقش كل شيء في لحظة واحدة رابعاً من دون العقيدة السليمة عباداتكم باطلة صلاتكم هذه التي تضحكون بها على الناس من أنها هي الدين باطلة صلاتكم باطلة إنني أخاطب الشيعة جميعاً وصيامكم باطل من دون العقيدة السليمة هل أنتم متأكدون من أن عقيدتكم سليمة أنتم متأكدون أم أنكم أخذتم عقائدكم من هؤلاء الغبران في النجف الذين أخذوا عقائدهم من المعتزلة ومن أعداء آل محمد من دون العقيدة السليمة عباداتكم باطلة العبادات وسائر الأعمال باطلة قطعاً أنتم ترددون هذا الكلام من أن النواصب يتساوى عندهم الأمر إن صلوا وإن زنوا لماذا لسوء عقيدتهم ما عقيدتكم سيئة أيضاً الأمر هو هو من دون العقيدة السليمة العبادات باطلة والأعمال باطلة صلاتكم باطلة صيامكم باطل حجكم باطل كل عباداتكم باطلة قد يرحم إمام زماننا عامة الشيعة لجهلهم لغبائهم لكونهم حميراً عند المراجع لأنهم مستحمرون ويفتخرون من أنهم حمير عند مراجع الشيعة لكن الإمام لن يسامح مراجع الشيعة لما فعلوه بأنفسهم ولما فعلوه بالشيعة أحاديثنا الشريفة واضحة من أن الجاهل يغفر له سبعون ذنب وأما العالم فلا يغفر له ذنب واحد يجب على الشيعي أن يبحث عن عقيدته السليمة وهذا ما أحاول أن أساعدكم فيه في هذا البرنامج من دون العقيدة السليمة صلاتكم باطلة صيامكم باطل حجكم باطل كل ما تأتون به باطل 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 عودوا إلى القرآن إلى سورة المائدة إلى الآية السامعة والستين بعد البسملة تدبروا فيها هذا شهر رمضان شهر القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول ما أذي نبي مثل ما أذيت في تبليغ رسالته ومع ذلك فإن الخطاب القرآنية واضح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأنتم حضراتكم تريدون لعباداتكم أن تقبل ولصلاتكم أن تقبل ولصيامكم أن يقبل ورؤوسكم محملة بعقيدة ناقضة لبيعة الغدير خطاب إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة في رسالته إلى المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة للهجرة مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم عهد الغدير هذا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأنتم تصفقون لهم أنتم على دينهم يا معاشر الشيعة على دين أولئك الذين نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا كلام إمام زماننا ما هو بكلامي هذا الكلام ما جئتكم به من بيت خالتي هذا حديث إمام زمانكم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه تريدون لصلواتكم أن تقبل ولصيامكم أن يقبل والقرآن يخاطب محمدا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته العقيدة السليمة هي ضمان قبول الأعمال من دون العقيدة السليمة أعطيكم ضمانا من أن صلواتكم باطلة من أن صيامكم باطل من أن حجكم باطل من أن كل شؤونكم الدينية باطلة أعطيكم ضمانا بذلك هذا الضمان ما هو من عندي إنها حقائق القرآن وحقائق معارف العترة هذا هو دين محمد وآل محمد أنتم هكذا تخاطبون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه فماذا تقولون له في زيارته الشريفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين أشهد أن بولايتك إنها العقيدة السليمة أشهد أن بولايتك بعقيدة السليمة بولايتك يا بقية الله أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال فإذا لم تكن العقيدة سليمة ستكون الأعمال باطلة أية ولاية هذه الولاية التي أخذ الميثاق عليها في الغدير ومراجع الشيعة نقض البيعة حينما فسروا القرآن وفقا للمنهج العمري وتركوا تفسير علي وآل علي هذا مثال من أمثلة نقضهم لبيعة الغدير الحكاية طويلة أشهد أن بولايتك يا بقية الله تقبل الأعمال وتزكى الأفعال حتى لو كانت ناقصة حتى لو كانت معيبة ما هو هذا سر احتياجنا له صلوات الله عليه ما هو هذا سر احتياجنا للعقيدة السليمة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك جاء بها بنحو سليم أم بنحو غير السليم ماذا تقولون فمن جاء بولايتك بنحو سليم واعترف بإمامتك بمعرفة سليمة قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك إنها العقيدة غير السليمة واستبدل بك غيرك كبه الله على من خره في النار ولم يقبل الله له عملا هو عامل يعمل لكن أعماله لا تقبل ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك أين تضعون هذا من فتاوى السيستاني وغير السيستاني في المساواة بين أولياء علي وأعداء علي هذه هي الحوزة الناقضة لبيعة الغدير والناقضة لعهد الإمامة مع إمام زمانها الحجة بن الحسان هذه هي المرجعيات التي جرت الويل علينا منذ أن تأسست حوزة النجف على يد الطوس وإلى يومنا هذا عدوا إلى هذه العبائر وإلى هذه الجمل وقفوا عندها وتبصروا فيها لا أجد وقتا كي أطيل الوقوف عندها إذن من دونها من دون العقيدة السليمة العبادات وسائر الأعمال باطلة باطلة فأدركوا أنفسكم في شهر رمضان في هذه الأيام أدركوا أنفسكم وابحثوا عن العقيدة السليمة لا أقول لكم أن تصدقوا أقوالي لكنني سأعرض الحقائق بين أيديكم وأنتم ابحثوا بأنفسكم لماذا تصومون صوما باطلا ولماذا تصلون صلاة باطلة ولماذا 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 خامسا من دونها من دون العقيدة السليمة لن يوفق الإنسان للتوبة الصادقة ولتصحيح المسار حتى لو تاب فإنه يضحك على نفسه قبول التوبة في فناء إمام زماننا والكون في فناء إمام زماننا شرطه أن نكون على عقيدة سليمة فمن دون العقيدة السليمة أو على الأقل من دون نية سليمة للبحث عن العقيدة السليمة وحينما يجدها الإنسان يتمسك بها لا أن يبقى صنميا ديخيا عابدا للعجول البشرية القذرة من أصحاب العمائم ومن غيرهم من زعماء الناس من الذين يضحكون عليكم من دونها من دون العقيدة السليمة لن يوفق الإنسان للتوبة الصادقة ولتصحيح مساره وفقا لما يريد إمام زمانه ونحن جميعا بحاجة إلى تجديد توبتنا إن لم يكن في كل يوم فبين الفينة والأخرى الأخطاء والذنوب تحيط بنا من جميع اتجاهاتنا فنحن بحاجة دائمة ودائبة ومستمرة لتجديد التوبة جميعنا من أولنا إلى آخرنا نحن بحاجة لتجديد التوبة من دون العقيدة السليمة لن نوفق للتوبة الصادقة ولن نوفق لتصحيح مسارنا وفقا لما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل سادسا من دونها من دون العقيدة السليمة قد يسلب الإنسان حب آل محمد صلوات الله عليهم قد يسلب الإنسان ولايتهم العقيدة السليمة هي الضمان للإيمان للإيمان الثابت للإيمان المستقر من دون العقيدة السليمة فإن حب علي وآل علي سيكون متزلزلا سيكون مستودعا نحن نقرأ في مثل هذه الليالي في دعاء أبي حمزة الثمال وهو دعاء منقول عن إمامنا السجادي صلوات الله عليه نقرأ هكذا إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أسألك إيمانا والإيمان ولاء علي وآل علي الإيمان ولاء الحجة بن الحسن اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك إذن هناك محطات ومحطات سيموت فيها الإيمان سيأتي أجله ويموت الدعاء هنا يطلب حياة مستديمة لهذا الإيمان اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك متى يكون لقاء الله لقاء الله يتحقق بعد الدخول إلى الجنان حتى دخول الجنان لا يصطلح عليه بحسب ثقافة العترة الطاهرة بشكل دقيق وبنحو حقيقي لا يطلق عليه لقاء الله قد يطلق عليه ذلك مجازا لقاء الله بنحو حقيقي بعد أن يدخل الداخلون إلى الجنان وبعد أن يزوج علي أهل الجنان وبعد أن يقسم عطاءهم هو قسيم الجنة والنار وبعد أن يغلق أبوابها كل ذلك رموز هذه رموز فعلي أعظم شأن من كل ذلك حديث عن ولاية علي التي لا حدود لها ما هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم يا آل علي إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم يا آل فاطمة وذل كل شيء لكم يا آل محمد ما هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة دستورنا العقائدي الشيعي البليغ الكامل متى يكون لقاء الله بعد أن ينادي علي يا أهل الجنان خلود خلود ما هو كلامي هذه رواياته ويا أهل النيران خلود خلود حينما يصدر الحكم الأبدي من علي صلوات الله عليه هناك يكون هذا العنوان متحققا أي عنوان لقاء الله اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك يمكن أن يستلب الإيمان من الإنسان حتى على أبواب الجنان وهذا الكلام ليس مني وقد قرأت عليكم من الروايات في برامج سابقة ما يشير إلى هذا المعنى اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه فلربما يستلب مني في حياتي هنا في الدنيا وتوفني إذا توفيتني عليه فلربما يستلب مني عند الموت إنها عديلة الموت وابعثني إذا بعثتني عليه فلربما يستلب مني في مرحلة البرزخ أو في مرحلة البعث أو ما بعد ذلك الدعاء أشار إلى حالات وإلى صور مما يجري على الإنسان وإلا فالعبارة واضحة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك واللقاء يكون بعد أن يصدر الحكم الأبدي من الحاكم الأبدي إنه علي حين ينادي خلود خلود وقلت لكم هذه رموز القضية أعظم وأكبر من كل ذلك هذه رموز وهذه وسائل إضاح لتقريب الفكرة هم حدثونا بها في كلماتهم وأحاديثهم الشريفة اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثني عليه الضمان كي يبقى الإيمان ثابتا في قلوبنا العقيدة السليمة من دون العقيدة السليمة ليس هناك من ضمان فإن الاستلاب قد يكون في حياتنا هنا أو عند اللحظات الأخيرة من حياتنا حينما نفارق هذه الدنيا وقد يكون ذلك في مرحلة البرزخ هناك الكثير من التفاصيل التي لا أجد مجالا لذكرها وللحديث عنها إذا سادسا من دونها من دون العقيدة السليمة قد يسلب الإنسان حب محمد وآل محمد ولا بد أن تتذكر وأن تعرف من أنه من بديهيات عقائدنا المحمدية العلوية أن المانع من دخول الجنان بغض محمد وآل محمد يستحيل أن يدخل الجنة مبغض لمحمد وآل محمد وأن المنجية من النيران المنجية من الخلود في النيران فبعض الذين يحبون محمدا وآل محمد سيدخلون النيران هم أخبرون هم حدثون أولئك الشيعة القذرون التسمية ليست مني منهم من آل محمد من رسول الله هو سماهم بالشيعة القذرين والقذارة هي قذارة الفكر قذارة العقل هذا الوصف ينطبق انطباقا كاملا على أصحاب العمائم العباسية على أصحاب الكتب التي ينتقصون فيها من محمد وآل محمد إنهم مراجع الشيعة إنهم المراجع الكبار هؤلاء هم الشيعة القذرون هذا إذا وفقوا لذلك إذا وفقوا أن يكونوا من الشيعة القذرين يدخلون إلى جهنم كي يتطهروا من القذارات الناصبية التي عندهم والتي قذروا بها الشيعة ما أنا الذي أقول أحاديث العترة هي التي تقول وسأقرأ عليكم وقد قرأتها سابقا في برامج سابقة فبغض علي وآل علي هو المانع من دخول الجنان وحب علي وآل علي هو المنجي من الخلود في النيران في مستوى من مستوياته ينجي من دخول النيران وفي مستوى من مستوياته ينجي من الخلود في النيران يدخلون إلى النار وبعد ذلك بشفاعة يخرجون من النار هم أخبرون إنها أحاديث الغيب وأنا أنقلها لكم عن سادة الغيب وعن خزائن الغيب وعن خزان الغيب وعن حقائق غيب الغيوب التي تجلت وظهرت في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل من دونها من دون العقيدة السليمة سابعا لن يوفق الإنسان لخدمة إمام زمانه التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي كيف يوفق يوفق الإنسان لخدمة إمام زمانه وعقيدته ما هي بعقيدة سليمة قانون التوفيق والخذلان يشتغل ليل نهار في كل ثانية من ثواني حياتنا وأهم أساس يتفعل فيه أثر هذا القانون في حياتنا عقيدتنا التي نحملها فإذا كانت عقيدتنا سليمة فإنها تجر التوفيق إليها جرا وإذا كانت عقيدتنا ليست سليمة كالعقيدة التي علمنا إياها مراجع النجاف منذ طوس وإلى يومنا هذا فإنها تجر الخذلان إليها ألا ترون أن الخذلان يصاحب الشيعة على طول تأريخهم وإلى يومنا هذا فأين التوفيق وأين النجاح نحن نحن كحال زعماء العرب والمسلمين دائما يعيشون الهزيمة ويضحكون على شعوبهم من أنهم ينتقلون من انتصار إلى انتصار صدام كان يعيش الهزائم تلوى الهزائم وهو يضحك على الناس بانتصارات تلوى انتصارات وهذا الأمر هو هو عند حكام العرب عند حكام المسلمين من الشيعة والسنة عند الأحزاب الدينية من الشيعة والسنة هذا هو واقعنا واقع الهزيمة والانكسار ونضحك على أنفسنا بأننا في حال عزة وشموخ وانتصار العقيدة السليمة هي التي تجر التوفيق إليها جرا ترغم قانون التوفيق والخذلان أن يكون إلى جانبها والعقيدة الباطلة السفية تجر إليها الخذلان جرا ترغم قانون التوفيق والخذلان أن يشتغل بحسب سفاهتها وبحسب ضلالها وهذا هو الذي يجري في واقعنا الدين منذ أن تأسست حوزة الطوس سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى هذه اللحظة من شؤم إلى شؤم ومن فشل إلى فشل وبتعبيرنا الشعبي العراقي من طيحة حظ إلى طيحة حظ ومن طيحة صبوخ إلى طيحة صبوخ ومن هوان إلى هوان مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم وفي نسخة بالزلل الذي أصابكم والمعنى واحد إنه هوان الزلل ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم وبالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إذن من دونها من دون العقيدة السليمة لن نوفق لخدمة إمام زماننا لا أريد أن أعيد عرض الفيديو الذي يتحدث فيه أحد مراجع النجف المعاصرين علي الحسني البغدادي وهو يحدثنا عن كبار عظماء عظماء مراجع النجف أمثال طه نجف وهم يتنفرون من ظهور إمام زماننا خوفا على أنفسهم من الضلالة والارتداد وتلك حقيقة هذا الفيديو عرضته مرارا وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي يعرفونه جيدا فلا حاجة لعرضه في هذه الحلقة هؤلاء كيف يوفقون لخدمة إمام زمانهم والحال هو حال الشيعة جميعا فيما مضى منذ تأسيس حوزة النجف وفيما هو حاضر الآن إذا كان مراجعكم يا أيها الشيعة لا يوفقون لخدمة إمام زمانهم ولا يريدون ظهوره فكيف توفقون أنتم وأنتم على دينهم وعلى عقيدتهم والناس على دين ملوكها تارة هؤلاء الملوك يكونون ملوكا في الدنيا وتارة يكونون ملوكا في الدين فمن دون العقيدة السليمة لن نوفق لخدمة إمام زماننا تلك الخدمة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي والله لو قضينا كل حياتنا في خدمته لما استطعنا أن نقترب من ثناء ثانية لا أقول أن نقترب من ثانية من ثواني خدمة إمامنا الصادق للحجة ابن الحسن مثل ما يتمناها ويتحدث عنها إننا لن نستطيع أن نقترب من فناء ثانية من تلك مثواني بحسب ما يتمناه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من دون العقيدة السليمة سنكون محرومين من الدخول في هذه الأجواء ثامنا من دونها من دون العقيدة السليمة ليس هناك من ضمان للموت على حسن على حسن العاقبة حسن العاقبة بالضبط وبالدقة أن نموت على ولاية الحجة بن الحسن أن يموت الشيعي على ولاية إمام زمانه في زمان كل إمام من أئمتنا الشيعي في زمن الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا مات على حسن عاقبة فإنه قد مات على ولاية إمامه الرضا والأمر مع بقية الأئمة واحد ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم الموت على حسن العاقبة أن نموت على ولاية الحجة بن الحسن من دون العقيدة السليمة ليس هناك من ضمان للموت على حسن العاقبة وتذكروا هناك فتنة عديلة الموت فإن الشيطان سيهاجم الإنسان في اللحظات الأخيرة من حياته وهو على مشارف الدخول إلى عالم القبر يهاجمه في عقيدته السلاح الذي سيدفع الشيطان العقيدة السليمة من كان على عقيدة سليمة فإنه يمتلك مناعة عالية لا يستطيع الشيطان أن يخترقها العقيدة السليمة ضمان للنجاة من عديلة الموت إذا كانت العقيدة ليست سليمة فليس هناك من ضمان ليس هناك من ضمان أن يموت الإنسان الذي كان شيعيا قبل أن يصل إلى هذه المرحلة من حياته ليس هناك من ضمان أن يموت على حسن العاقبة القضية القضية خطيرة ألا تلاحظون دائما في برامج وأحاديث أصر على العقيدة السليمة هذا ما هو بأمر أنا أشتهي هذه حقائق ثقافة الكتاب والعترة هذا ما هو بأمر مزاجي يعجبني أو بأمر يطربني هذه حقائق الدين هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة فمن دون العقيدة السليمة ليس هناك من ضمان للموت على حسن العاقبة هذا ثامنا وتاسع من دونها من دون العقيدة السليمة سيتعرض الإنسان للأهوال والأهوال بعد أن يفارق هذه الدنيا عالم القبر عالم البرزخ وما بعده أتمنى على الذين ما شاهدوا برنامج دليل المسافر أن يعودوا إليه إنها رحلة مسافر من لحظات ما قبل الموت إلى لقاء الله من عميق ثقافة الكتاب والعترة برنامج طويل مفصل وكنت على طول البرنامج أردد من أن النجاة بالعقيدة السليمة فذلك هو منطق العترة الطاهرة ما هو منطقي تاسعاً كما قلت من دون العقيدة السليمة يتعرض الإنسان للأهوال والأهوال والأهوال وللفزع بعد الفزع وللرعب بعد الرعب عامل النجاة العقيدة السليمة من دونها سيتعرض الإنسان لشيء لا تتمكن الكلمات من وصفه ومن بيان هوله عودوا إلى برنامج دليل المسافر إذا وجدنا فرصة لإعادة بثه بشكل كامل بشكل متقطع ما بين الفينة والأخرى سنقوم بذلك عاشرا من دونها من دون العقيدة السليمة لن يوفق الشيعي للرجعة مع إمام مع إمام زمانه في أحسن أحواله فلربما يكر راجعا مع أعداء محمد وآهل محمد نحن هكذا نقرأ في قوانين الرجعة من أن الذين سيعودون من محضوا الإيمان الذين محضوا الإيمان محضا وتلك هي العقيدة السليمة بعينها والأمر هو في الجهة الثانية من محض الكفر محضا من دون العقيدة السليمة لا يوفق الشيعي للرجعة مع محمد وآل محمد هذا في أحسن أحواله إذ ربما يكر راجعا مع أعداء محمد وآل محمد محاربا لمحمد وآل محمد ضمان الخلاص من كل ذلك العقيدة السليمة العقيدة السليمة العقيدة السليمة ومن هنا يأتي يأتي التأخيد دائما على المعرفة كلمة إمامنا الكابم صلوات الله وسلامه عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وانتظار الفرج هو عقيدة أيضا هو جزء من العقيدة السليمة فليس هناك من حديث عن طقوس أو عن ركوع أو عن سجود الكاظم هو الذي يقول صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة المعرفة العقيدة السليمة انتظار الفرج انتظار الفرج هو الآخر جزء من العقيدة السليمة نذهب إلى فاصل الحادي عشر من دونها من دون العقيدة السليمة سيطول موقف الإنسان في عرصات يوم القيامة مواقف يوم القيامة كثيرة سيطول موقفنا عند الحساب إنه موقف من أخطر المواقف في ساحة يوم القيامة سيطول من دون العقيدة السليمة موقفنا عند الحساب وعند تطائر الصحف وعند الميزان وعند الصراط وعند 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 حديث أهل البيت واضحة منذ اللحظة الأولى يبدأ البرنامج يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي لا يمتلك العقيدة السليمة سيكون موقفه سيئا مع إمامه عنوان صحيفة المؤمن ما هو ركوع وسجود حب علي بن أبي طالب هذا هو عنوان صحيفة المؤمن عند عند الحساب عند تطائر الصحف عند نشر الكتب عند الميزان وعند 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 الصراط لا يجوز على الصراط إلى الجهة الآمنة إلا من كان عنده سك من علي من كان عنده سك من علي هو هذا الذي يجوز على الصراط صك ولاية علي هل هناك من حديث عن ركوع عن سجود عن صيام عن تقليد للمراجع عن وعن عن عبادة هذه العجول الحديث عن العقيدة السليمة حينما تتحدث الروايات عن أن عنوان صحيفة المؤمن حب علي حب علي وفقا للعقيدة السليمة لا للعقيدة التي ننقض من خلالها بيعة الغدير كما يفعل مراجع الشيعة في النجف وفقا لمنهج حوزتهم الضال من دونها من دون العقيدة السليمة سيطول موقف الإنسان في عرصات القيامة عند الحساب وعند نشر الكتب وعند تطائر الصحف وعند الميزان وعند الصراط وعند اجتماع الشيعة ما بعد الصراط على أبواب الجنان عمليات عمليات الفلتر ستبقى تشتغل وتشتغل إلى لقاء الله مثل ما مر علينا في دعاء أبي حمزة الثمالي من أن الداعي يسأل الله إيمانا لا أجل له دون لقائه الإنسان من دون العقيدة السليمة في مواقف يوم القيامة سيوكل إلى نفسه سيحشر مع أوليائه الذين ضللوا عقيدته في نفس تلكم المجموعات سيوكل إلى عقيدته وإلى أعماله الباطلة بسبب بطلان عقيدته هذه الحقائق من البديهيات الواضحة في قرآن علي وآل علي المفسر بتفسيرهم الغديري وفي أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم الغديري مثل ما قال لنا رسول الله في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هذا علي يفهمكم بعدي وهذا علي خذوا تفسير قرآنكم من ما هو هذا المضمون الموجز لخطبة محمد صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وعلى هذا بايعنا فالذي يأتي يوم القيامة من دون عقيدة سليمة يوكل إلى نفسه يوكل إلى عقيدته الضالة وأعماله ستكون باطلة حتى لو كان قد أدى ما أدى من الأعمال فميزان قبول العبادات والأعمال العقيدة العقيدة السليمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو الذي يشتمل على العقيدة السليمة من هنا اشتققت لكم هذا العنوان عنوان العقيدة السليمة من هنا اشتققته سأعود سأعود إلى هذه النقطة في حلقة يوم غات لا أعتقد أن ما بقي من الوقت سيكفيني كي أكمل حديثي في هذه المقدمة يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إنه يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو الذي يشتمل على العقيدة السليمة الثاني عشر من دونها من دون العقيدة السليمة لن ينال الإنسان الشفاعة وشفاعة على رتبتين هناك شفاعة ينجو بها الإنسان من النار أصلا فلن يدخل فيها وهناك شفاعة تكون للشيعة القذرين من أمثال مراجعنا العظام أوضحوا مصداق للشيعة القذرين إذا ما حشروا بهذا العنوان وإلا ربما لا يحشرون بهذا العنوان يحشرون مع أعداء محمد وآل محمد في صور تحسن عندها صور القردة والخنازير هكذا حدثتنا الروايات هذه ما هي كلمات إنها كلمات محمد وآل محمد من دونها لا ينال الإنسان الشفاعة من دون العقيدة السليمة وكما قلت لكم الشفاعة على نحوين أن ننال شفاعة نحصل بها الجنان ونحصل بها الخلود في الجنان ونحصل بها النجاة من النيران وهناك الشيعة القذرون كما قلت لكم أوضح مصاديقهم مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل تقولون كيف ذلك هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القرب إنها الطبعة الأولى قموا المقدس صفحة 279 رقم الحديث 149 حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا أجد وقتا لقراءة كل الحديث سأأخذ من الحديث ما يرتبط بموضوعنا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي النبي كان يتحدث عن الشيعة ودخولهم الجنان وهنا يوجهون سؤالا إلى رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي ماذا قال رسول الله من قذر نفسه من هنا أستعمل هذا المصطلح حين أتحدث عن العقائد الضالة فأصفها بالعقائد القذرة وأصف منهج حوزة النجف بالمنهج القذر من هنا أخذت الكلام ما جئت به من بيت خالتي فماذا قال رسول الله حين سألوه فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات قطعا أشد أنواع ظلم المؤمنين والمؤمنات إذا كان في سبيل عقيدتهم بمحمد وعلي والحديث عن هذا الظلم قد يظلم المؤمنون بعضهم بعضاً في شؤون الدنيا وهو ظلم قبيح لكن الظلم الأشد والذي يتحدث عنه رسول الله هنا بالدرجة الأولى هو ظلم المؤمنين والمؤمنات في سبيل عقيدتهم فمن هذا الذي يدخل جهنم من محبي محمد وعلي من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات ذهب إلى اتجاه آخر الشرعيات في الدرجة الأولى ما يرتبط بالعقيدة السليمة ما يرتبط بتفسير القرآن وفهمه ما يرتبط بفهم حديثهم هذا علي يفهمكم بعدي وخالف ما رسم له من الشرعيات هذه أوضح المضامين التي تظهر في مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هم يخالفون محمدا وعليا في نقضهم لبيعة الغدير في بيعة الغدير الشيعة بايعوا محمدا وعليا فحينما أعرضوا عن تفسير علي وآل علي للقرآن وأعرضوا عن قواعد الفهم العلوي لفهم حديثهم ودينهم نقضوا بيعة الغدير فخالفوا محمدا وعليا وأوضحوا مصداق لهؤلاء مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من الأموات إلى الأحياء إلى القادمين الذين يقفون في صف النوبة كي يمتطوا الشيعة حميرا رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الديخية لأجل أن نتذكر مضمونها الذي يأتي منسجما مع هذه المطالب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني باش ايش يعلم تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتقل خمسة فهي لم تستاجي مش دارها قلنا تركب يعني خلاغة أغميش إني كما خلاغة أغميش جمي قلق وكان حالة أس فقوش ديخ عربي فقوش والنص حباصل كنا على ثفة وكلكم تعرفون لأنه مالي تأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل نعم وغاية ديخ وش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة